هل التيمم رافع للحدث أو هو رخص للصلاة؟ خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول إنه مبيح مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث بعض العلماء يقول إنه رافع للحدث مثل الوضوء وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه رافع للحدث كالوضو لأنه بدل عن الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا فيكون حكم حكم الوضوء هذا هو الصحيح إن شاء الله